الألاف من الحسابات على أحد أهم مواقع التواصل الاجتماعي تويتر تم توقيفها وحذفها حسب بيان للشركة أصدرته اليوم الجمعة. المجموعة تضم 267 حساباً من الإمارات ومصر. وقالت شركة تويتر إنها أوقفت حسابات كانت تديرها شركة خاصة تدعى دوتيف تعرف نفسها على موقعها بأنها شركة برمجيات متخصصة مقرها أبوظبي ولشركة فرع آخر في مصر. كما حذف تويتر شبكة أكبر تضم أكثر من 4250 حساباً. قال إنها تدار حصرياً من الإمارات وتستخدم أسماء وهمية وتنشر تغريدات معظمها عن قطر واليمن. ولم تحدد الشركة كياناً مسؤولاً عن هذه الشبكة. وفي السياق علق موقع تويتر اليوم حساب المستشار السابق بالدوان الملكي السعودي سعود القحطاني بعد نحو عام من إقالته بسبب الاشتباه بظلوعه في قتل الصحفي جمال خاشقجي الذي كان يعمل في صحيفة واشنطن بوست. ورفض موقع تويتر إبداء سبب محدد أو تعيين وقت محدد لتعليق حساب القحطاني. لكن إدارة الموقع اكتفت بالقول إنه تلعب بسياسات المنصة. ترجمة نانسي قنقر